أولا ما حكم التبرع بالدم وهل يعتبر نفس التبرع بالعضاء الدم يعتبر من العضاء المتجددة فلا مانع من ذلك يجوز الإنسان يتبرع بالدم لا يجوز بيعه ولكن يجوز أن يتبرع الإنسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبرعت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قامت بوضع السواك في فمها و قامت بترطيبه و أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه قاعدة في العضاء المتجددة لأن العضو الدم عضو اللعاب عضو هذه العضاء سواء كانت منفصلة أو منتصلة كل ما يتعلق بالشيء المتجدد فلا مانع من التبرع به من غير بيعه